أكدت لجنة للتقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعل لشكلها مجلس المستشارين أن الارتباك الذي شاب مسار هذا المرفق بعدما تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ العام 58 إلى غاية عادة هيكلته سنة 96 ترتب عنه فقدان استقلاله المالي واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات وسجلت اللجنة في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه أمس خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين في طار دورة استثنائية خلقات قانونية شابت عمل هذه المؤسسة وتمثلت بالخصوص في منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحم حولها شبهات واتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيئية فضلا عن تجاوز عمل اللجنة التقنية الوطنية من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي لسنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد